بحزن ودع الفيتناميون الجنرال فونغين جياب أحد رموز استقلال الفيتنام من القبضة الأمريكية والمخططة للهزيمة الفرنسية في مدينة ديامبيان في الخمسينيات جياب الذي توفي في المشفى العسكري في العاصمة هانوي أمس عن عمرين يناهز المائة وعامين يعتبر آخر شخصية من الحزب الشيوعي الفيتنامي على قيد الحياة وقد جمع بين الكاريزما العسكرية ومحبة الناس يقول هذا الرجل عندما سمعت الخبر جئت إلى هنا لأحضر الجريدة لا أستطيع التصديق لكن يبدو أن خبر موته حقيقة أنتظر المزيد من المعلومات لأعرف كيف أستطيع المشاركة في تأبين هذا الرجل العظيم حقق جياب شهرته كقائد عسكري في معركة ديامبيان فو في العام 1974 ما كان بمثابة نهاية السيطرة الفرنسية على الهند الصينية وهي الحرب التي أسست لظهور الفيتنام وفي الحرب التي تلت بين الفيتنام والقوات الأمريكية كان أيضا في صفوف القادة حتى انتزاع الاستقلال